دا شعلتنا وأعلانتها استمرار وحتى زوال الاستعمار وحتى زوال الاستيطان حتى زوال الاستيطان احنا اننا ثلاث سنوات بنيجي هانا بنعتصم وبنرفع يا سيدنا العزيز احنا هنا بالنسبة اننا مستمرين في هاي المسير الشعبية المسير السلمية بنيجي بنصلي كل اسبوع وكل يوم احنا بنتواجد هان في الليل من ثلاث سنوات ونص قبل اسبوعين اجوا متضامنين اجانب اجل جيش هان وطلب مننا انه نخلل منطقة ورفضنا لانه احنا هنا انا ثلاث سنوات ونص وبعدها قتلوا المتضامنة وهو ما فيش داعي لقتلها لانه لانهم لانه ما كان مواجهات ولا كان في ضرب حجر ولا في سلاح ولا في اشي واحنا بكينا معتادين كل اسبوع بنصير سلمية اسبوع اللي مرك اسبوع اللي كابل هاض اجوا هان الجيش وكنا لهم احنا هانا جايين نقدي الرسالة وبدون مشاكل احنا كالاعتياد فطلعوا انه احنا فينا معنا قرار عسكري هاي المنطقة عسكرية اقال الان اخلوها قلت له انت بتقرر واحنا بنقرر انه هاي المنطقة جبلنا وما بنطلع منه هاي المنطقة منطقتنا ولا يمكن نطلع منه بعدها اجوا الضباط وقالوا انه بس الكبار كنت الكبار والصغار المرة هاي ردوا طلبوا مننا انه نخلي كنا لو احنا مش رايحين نخلي واستمرنا واجه حشود من اهالي بيته ومتضامنين ومن القرى المجاورة وطلعنا في مسيرة سلمية وانطلقنا من المكان اللي صلينا فيه حتى وصلنا المنطقة اللي فيها الجيش فصاروا يضربوا علينا في الغاز وفرقوا المسيرة السلمية رسالة بيته وكل يوم احنا بنوصلها للعالم انه احنا هاي امكانياتنا باننا نوصل الرسالة للعالم انه هاي الارض ارضنا والجبل جبلنا ويا محتل ويا مستوطل اخرج من ارضنا ما اليك اكعاد عنا اخرج ورحل هاي رسالتنا ورسالة اهل بيته كل اسبوع كل اسبوع وكل يوم راح نوديها هاي الرسالة